الجزئية الثانية وعايز أتكلم على مباراة الأهل والزمالي غدا في نهاية كأس مصر طبعا الأهل هو صاحب الملعب وصاحب المباراة لأنه هو الفريق A في نهاية كأس مصر وبالتالي هيرتدي الزي الأساسي تي شيرت الأحمر والشورت الأبيض الفريق المنافس كما يختار بقى يرتدي طاقم أزرق طاقم أسود أي أن كان اللون بيحب يختاره لكن كل الأمور دي تم الاتفاق عليها في الاجتماع والترتيبات اللي تمت بالأمس في مقر اتحاد القورة أنا بارح طلعت واتكلمت في كذا يا رسالة وجهت رسالة للعيبة وتكلمت على أن اللعيبة دي كليها دور كبير جدا في السنوات الأخيرة وعملت إنجازات طيبة جدا ولازم كل لعب يخلق لنفسه دوافع في هذه المباراة عشان يثبت أنه هو فعلا جدير أنه كان بطل إفريقيا في آخر نسختين فاز على الزمالك في نهاية دورة أبطال إفريقيا وقلت أن مباراة القمة مش محتاجة دوافع لا من الإدارة ولا من الجمهور ولا من الجهاز الفني مباراة زي دي بتبقى فرصة لأي لاعب إنك تقدر تمحي الصورة السلبية اللي كانت موجودة الفترة الأخيرة وتحاول تستعيد ثقتك من تاني في الفترة اللي جاي إحنا تعلمنا ده وشفناه في مباراة القمة عبر أجيال مختلفة فبعض الأوقات ممكن تكون عندك نتاج سلبية لكن بتستغل مثل هذه المباراة لإثبات إنك لاعب كبير وإثبات إنك لاعب جدير بارتداء تي شيرت الأهلي وكمان فرصة إنك تجهد كل المحاولات اللي بتحول تنال من إسمك وإمكانياتك وقدراتك وكل الأمور اللي أنا بتكلم فيها دي فبالتالي مباراة القمة مش محتاجة دوافع كتير اللاعب من نفسه لازم يبقى عارف أهمية هذه المباراة وهي مباراة مش بسلس نقاط يعني مباراة القمة غدا أو مباراة نهاية كأس مصر غدا ما بين الأهل والزمالك دي مباراة على بطولة وفكرة مباراة القمة في حد ذاتها هي بطولة حتى لو بثلاث نقاط لكن ما بالكم بقى إن هي بطولة ومباراة أمام المنافس التقليدي أو المنافس اللي دايما بيصار معاك على الألقاب المحلية في السنوات الأخيرة آه في فرق الشاسع طبعا في عدد الألقاب سواء في بطولة الدوري أو الكاس أو كأس السوبر أو حتى على المستوى الإفريقي لكن هي مباراة بتحظى بشعبية وجمالية كبيرة لأن أكتر فرقتين عندهم شعبية وجمالية في مصر وفي الوطن العرب هو جمهور الأهلي أو فريق الأهلي ويلي بالتأكيد فريق نادي الزمالك في المقابل الزمالك عمل نتائج على المستوى المحلي إيجابية في الفترة الأخيرة فهنشوف بقى في مباراة القمة أكيد كلنا عارفين إن الحالة النفسية والمعنوية حتى لو الزمالك عمل نتائج كبيرة لكن مباراة القمة ما بيبقاش فيها الحسابات دي أو أرقام حتى المباراة بيبقى 11 رجل في الملعب لو الزمالك متفوق أوقات كتيرة جدا ببقى الأهلي جاي من الخلف وبيعمل قامباك وبيقدر يكسب الزمالك شفنا ده في مباراة كتيرة أعرامهم حتى في بداية الألفية الزمالك كان متصدر الدوري بشكل كبير جدا وجيه في مرحلة معينة الأهلي كسب الزمالك 6-1 في النهاية الإسماعيلي فز بالدوري كان منافس قوي جدا مع الأهلي لكن في النهاية أو طول البطولة كان الزمالك متفوق وكان عدد نقاطه مع الإسماعيلي في مرحلة معينة أكتر من الأهلي لكن قدر الأهلي يكسب الزمالك ويقرب من الإسماعيلي لكن في نهاية هذا المسلم أو في المسلم ده الإسماعيلي يفاز بالدوري فبالتالي اللي أنا عايز أقوله للعيبة اخلق دوافع وعمل مباراة كبيرة إن شاء الله وربنا هيكرمك ويوفقك وجمهور الأهلي عايز يكون موجود معك في السادة القاهرة للمؤذرة والتشجيع والمسندة رسالتي للجماهير أكيد كلكم شفتوا الفترة الأخيرة لما بتحاول بتنتقد اللعيبة وبتحاول تصوب بعض الأخطاء اللي موجودة في البعض بيحاول يركب الموجة وبيوجهك في اتجاهات مختلفة لكن اوعى ثقتك بفرقتك أو بناديج تهتز ليه لحظة واحدة اوعى الثقة دي تهتز اللحظة واحدة وانت بتصوب وانت بتنتقد بتنتقد للصالح العام لكن اوعى تلعب في السوابت أو في الركائز ان الفريد ده سيء أو اللعيبة دي ليست على قدر المسئولية او اللعيبة دي امكانياتها لا تسمح لا انها تلعب في الاهل لا اللعيبة دي فازت قبل كده بنتائج مميزة على الزمالك وعلى الإسماعيلي وعلى بيراميدز وفي بطولات إفريقية مش محتاجة عيد التاريخ واقول اللي انا اقولتوا مبارح بس الرسالتين دول كانوا مهمين ان اأكد عليهم تاني النهاردة لان انبارح الحمد لله كان فيه رد فعلي إيجابي سواء فرسلتي للعيبة او فرسلتي للجمهور وده انا قريتوا مبارح من بعض الرسالة اللي جات لي من بعض الجماهير في الصفحات السوشيال ميديا في الساعات الاخيرة